اشتركوا في القناة تتعامل طبقا للمعايير الدولية وتعامل فيها كل الاشتراطات الحديثة اعتقد ان احنا كده البنية التحتية المصرية الرياضية تبقى كويسة وده اللي يتكمل المنظومة الرياضية في مصر الحمد لله تم من برح التعاقد مع الأستاذ كامل أبو علي ان المصر ان شاء الله في الموسم القادم وانتظار باقي الموافقات الامنية وان شاء الله تبقى خير بإذن الله وتبقى بداية جديدة لناد المصر وانتهاء معاناها من سنين في الملاعب البعيدة سعيد سعادة غامرة بتواجد في صرح رياضي يضاف للصروح الرياضية اللي تم تشهدها خلال السنوات الاخيرة زي ما تبعنا انبارح واول زيارة اللي عملها رئيس اللجنة الولمبيات الدولية توماس بخ لمصر ولقاءه مع سيد الرئيس عفتح السيسي وطلب مصر انها تنظم اولمبيات 2036 ده طلب اسعد نحن كمصريين طبعا وحيسعد العرب بشكل عام ان اول دورة اولمبية تنظم في دولة عربية تكون مصر ان شاء الله بالتأكيد احنا امام منشأة رياضية عملاقة فيها كافة الخدمات اللي بتخدم على اي بطولة سيتم استضافها سواء في كرة القدم او في العاب اخرى شفنا ملاعب الهوكي الصلاة المغطاة المنشآت اللي هي مصاحبة او خدمات المصاحبة للملاعب المراكز الاعلامية بالتأكيد يعني كلها حاجات يعني من هنا بنوجه دعوة لكل الاندية والمنتخبات العربية لقامة معسكراتهم او مبارياتهم الودية هنا في مدينة اسماعيلية في قرية الانبية بهذه قناة السويس بالتأكيد يعني حاجة فخيرة وصرحة كبير وجميل يضاف للرياضة المصرية نشكر رسالة الفريق مسامة ربيع اولا على الدعوة اللي انا يعني جيت النهضة المبسوط ان جيت شفته الامكانات الموجودة على اعلى مستوى لا شك انه اضافة للرياضة المصرية بشكل عام لانه لا توقف نشاطه على كرة القدم بس لا الالعاب الاخرى وامكانيات عالية وزا ما قلت كان قبل كده المكان ده مهجور بعد كده ان شاء الله هتلاقي جماهير كتير هنا وحتلاقي الناس كلها تتعافت نتيجة هذا المكان الجميل اللي فيه كل الامكانيات واعتقد ان كل مصري ما ييجي هنا حيبقى فخور ان الامكانيات دي موجودة هنا عندنا في مصر امل بيتعظم مع كل منشأة اضافة ما بالك على شط القنال فما بالك في ظل تعليمات رئيسية تزداد مساحة منشأتنا الرياضية من العاصمة الادارية لمدينة جديدة ستدشم في العالمين يجري العمل عليها ثم قرية اولمبية بكل ما تحمل الكلمة هي ليست مجرد استاد كرة قدم بل على العكس هي تحمل كل سمات القرى الاولمبية وبالتالي تستطيع القول انه ملف مصر اضيف ليه قرية اولمبية ايضا وما اجمل انه هذه المنشأة تفتتح اليوم بعد زيارة توماس باخ بالامس ولقاه مع السيد الرئيس واعتراف الرجل ان لو لا مصر في بطولة العالم للياد في اول نسخة باضافة 8 دول كانت في هذه البلاد وبالتالي كانت ستؤجل الامبياد بكين الى اجل غير مسمى لو لا الفقاعة اخذت نسخة كوبي بيست لتطبقها اليابان بحزفرها حتى تصل الى زروة ان تقام الاولمبياد وبالتالي كان نجاح لمصر التي شاركت لمجرد المشاركة في هذه الامبياد طبعا ما حصدنا من الميدليات وقتها لكن الكل حول العالم الرياضي الكرة الارضية الرياضية اعترف لعزا الوطن وما اجمل ان يكون اللقاء بالامس معبر لما السيد توماس باخ كما علمنا اكد للسيد الرئيس ان مصر قادرة بالفعل وان تاريخها وحضرها ومستقبلها جادرين مع منشآتها بان اضافة نقط اضافية لملف مصر ان شاء الله